لما نيجي بقى نشوف أنا دوري دوري بقى مع كل من هو بعيد عن ربه إن أنا أصالح على ربنا تبارك وتعالى أنا ما نشتراح أعين عليه الشيطان أنا مشتراح أحسسه بإن أنا متكبر وهو بالعكس ده قد يسبقني إلى الجنة وأنا شفت نمازج شفت نمازج كانوا واقعين في كل المبيقات اللي ممكن نتخيل شفتهم وهم بعد ما كانوا خمور ومشاء الله تبارك الله بالدعوة بالبسمة بحسن الدعوة بالحكمة بالموعظة الحسنة في النهاية وصلنا إلى حاجات جميلة جدا جدا فيبقى دلوقتي أنت كداعية مطلوب منك الإخلاص الإخلاص في دعوتك أنك تكون متجرد لله تبارك وتعالى بلاش الأنا الأنا دي جريمة كبيرة جدا وتتعلم الأزان تتعلم تبقى مؤذن غير ميسر لك أنك تأذن بين الناس أذن في قف وأنت تصلي مثلا وإنت مسافر ووقف في صحراء أذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيردد خلفك من لا تعرفه وسيصلي خلفك من لا تعرفه فأنا بحب أعمل كده على فكرة كتير جدا يعني بحب وأنا ماشي سيئة العربية في أماكن فيها صحراء وتوضى وأقول الله أكبر الله بس بأذن بقى بأذان إيه الأذان اللي أمر بين نبي صلى الله عليه وسلم ما هو الداعية أحد أنواع الدعوة إلى الله الأذان أخلي بالكم يعني دعوة تمة الأذان ده مش أي شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة فالنبي بيحفزنا أن احنا نبقى مؤذنين ونحرص على الأذان ولا نتنازل عن الأذان ولكن للأذان بقى مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا لما رح له سيدنا سعيد ابن زايد اللي شاف الأذان فيبدو أن صوته ما كانش جميل فقال علمها بلال علمها بلال ليه إنه أندى منك صوتا قال له علمها سيدنا بلال لأنه صوته نادي وما قالش صوته حلو أو صوته جميل إنما قال فإنه أندى خلي بالكم أندى هنا تحت كلمة أندى يعني حنان يعني جمال يعني رقة يعني عذوبة يعني كل المعاني الجميلة تحت كلمة أندى كما قالها صلى الله عليه وسلم ولذلك تخيل كده معايا الندى على شك على ورقة ورقة جميلة كده ورقة ورد جميلة كده عليها شوية ندى أو على الخضرة في ندى شايفيه الأذان بقى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون أذانة كذلك يعني إيه يعني ما طلعش أخض للناس الله أكبر إيه يا عم بتعمل إيه وقولك ده السنة مين اللي قالك ده السنة النبي قال له علمها في البلال فإنه أندى صوتا يعني أمال إيه أنحنا عندنا الحرامين المكة والمدينة نقلدهم الله أكبر الله أكبر خدت بالحضراتكم نقلدهم نقلد هؤلاء نقلد هؤلاء روح